اشتركوا في القناة ومتابعتنا المستمرة في جولة لأهم ما شهدته مصر على مدار يوم كامل هنتقف النهاردة مع انطلاق أول جلسة في جلسات الحوار حوالين منقشة ميساق الشرف الإعلامي طبعا الفترة الماضية شهدت نوع من العشوائية بعض الشيء وعدم التزام من البعض وبنأكد انه المشهد الإعلامي عدم الالتزام ده كان من البعض مش طبعا من كل من هو يعمل في المجال الإعلامي لكن حاليا بيتم منقشة ميساق شرف إعلامي قد يتطور هذا الميساق إلى نوع من الإلزام والالتزام اللي هتجبر عليه القنوات أو كل من يعمل في المجال الإعلامي من أجل إعادة ضبطه مرة أخرى دون طبعا أي نوع من التدخل في الحريات أو حرية التعبير لأن ده ده موضوع وده موضوع مختلف تماما معانا موضوع تاني من وزارة التنمية المحلية اللي بدأت تضع مخطط شامل لتنمية المحافظات وتفعيل منظومة الخدمات المحلية وده طبعا مع استمرار قسرة المشاكل من المواطنين في بعض المحافظات المخطط ده من المفترض أن يحقق بعد ما يصبه إليه المواطن في المحافظات المختلفة من الحصول على الخدمات الرئيسية والأساسية في الحياة اليومية تعالوا نطلع لفاصل بعد ونشوف مصر حصل فيها إيه على مدار يوم كان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثلاث وزارات بدأها باجتماع مع وزير التربية والتعليم بعدها كان فيه اجتماع مع وزير التنمية المحلية لمتابعة ملفات عمل الوزارات المختلفة بداية اللقاءات زي ما قلت كان مع وزير التربية والتعليم الفني والتعليم والتعليم الفني دكتور طارق شوقي اللي عرض تقرير حوالين استعدادات الوزارة قبل بدء العام الدراسي الجديد ورؤية الوزارة لإدارة المشاريع القومية اللي بيتم تنفذها في مجال التعليم من بينها مثلا تقرير حوالين المدارس اليابانية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين وده من المفترض أنه يحقق تقديم خدمة تعليمية ذات جودة وكفاءة وبكل تأكيد كمان يبقى فيه فرص للمتفوقين في مدارس بتقدم نوعية مختلفة من التعليم كان فيه اجتماع آخر أو ثاني بوزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصلحي استعرض فيه أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التجارة الداخلية ضبط الأسواق تأمين تداول السلع لضمان حقوق المستهلك تم بحث كمان الأماكن المقترحة لإقامة المناطق اللوجستية والأسواق المجمعة ومنافذ التوزيع في مختلف محافظات الجمهورية كان فيه اجتماع الثالث زي ما قلت كان بوزير التنمية المحلية دكتور هشام الشريف ده كان بخصوص صير خطة التنمية اللي بيتم العمل فيها أو بها في مختلف المحافظات رئيس مجلس الوزراء أكد دور المحافظين الهام والمحوري في تنفيذ هذه الخطة في إطار مرعاة دروف كل محافظة والعمل على تلبية متطلباتها وتوفير احتياجات مواطنيها وشدد على مسؤولية المحافظين في المتابعة المباشرة من خطوات تنفيذ محاول الخطة بالتنسيق الكامل مع الوزراء المعنية وطبعا ده هيكون الموضوع التاني معانا في ميناء قاهرة النهاردة زي ما قلت هنتعرف على جوانب مختلفة في هذه الخطة الموضوع من أجل تفعيل منظومة المحليات بشكل أفضل ودور المحافظين في كل محافظة طيب معي متابعة تانية الواء هشام وهدان مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب صرح أنه هيتم قبول وزارة الداخلية لدفعة جديدة من معاون الأمن ذكور وإناث أوضح كمان أنه الشروط الواجب توفرها في المتقدم أنه يكون مصر الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية من غير أو دون التجنس يعني تبقى منصية مصرية ما حدش حصل على الجنسية بأي شكل سنه ما يقلش عن 13 سنة وما يزيدش عن 25 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للتحاق بمعهد معاون الأمن يكون حصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها يكون محمود السر حسن السمعة طبعا وقال لا يكون قد سبق الحكم عليه في أي عقوبة جنائية أو في أي عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف وقال لا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبي هو عموما هيكون حاصة غالباً اللي هيتقدمه هيكون سنهم صغير فمش هكونوا لسه يشتغلوا أن يستفي الشروط الصحية والبدنية اللي بيحددها المجلس الطبي المتخصص بهائة الشرطة وأنه يكتاز اختبار السمات واللياقة البدنية اللي بيتم تحددها بقرار من وزير الداخلية النهاردة رئيس الهائة الوطنية للاعلام حسين زين نعى الكاتب والسيناريست محفوظ عبد الرحمن الوفاته المنية في وقت سابق النهاردة حسين زين قال أنه الكاتب الكبير رحل عن عالمنا لكنه ترك أعمالاً فنية رائعة ومتميزة ستظل دائماً في قلوب وأذهان المشاهد العربي والمصري وأضاف فقدنا قيمة أدبية كبيرة قدمت لشاشة التلفزيون أعمالاً درامية تمثل علامات بارزة لأثرة مجال الدراما الاجتماعية والتاريخية المصرية طيب عندنا تقرير ومتابعة لأتلياء العرب للفنون والثقافة اللي عقد أو نظم معرض فني للعديد من الفنين التشكليين المصريين لتكريم الشاعر المصري الراحل محمد عفيفي مطر في ذكرى رحيله المعرض تضمن العديد من الفعليات وهيتم تخصيص جائزة للأعمال الفنية المتميزة المشاركة في هذه الفعالية تعالوا نشوف هذا التقرير لزميلنا أندرو كامل من أجل تكريم رواد الفن والشعر أقام أتليه العرب للفنون والثقافة معرضا فنيا ضم العديد من الأعمال الفنية والشعرية لعدد من الفنانين التشكليين المصريين وذلك بمناسبة الذكرى السابعة لرحيل الشاعر المصري محمد عفيفي مطر نحن دشنا في أتليه العرب للثقافة والفنون جالري ضي منتدى الشاعر العربي الكبير محمد عفيفي مطر وهو طبعا واحد من رواد القصيدة العربية الحديثة معرض فكرته فكرة جميلة ومبتكرة وفيها نوع من الاحتفاء والاحتفال بشاعر مصري عربي كبير وهو الشاعر محمد عفيفي مطر فكون أنه أول شيء أنه يبقى فيه نوع من التفكير في الاحتفاء به فده أنا أعتقد ده أعلى من قيمة الإبداع نفسه كانت الفكرة ثرية جدا في البداية أننا نقتبس أو نتأثر بالأعمال التي كتبها الشاعر الكبير طبعا هو أشعاره مليئة بالرموز ومليئة بالمفردات والعناصر المرسومة المعرض تضمن العديد من الفعليات منها إقامة ورشة عمل على مدار عشرة أيام لعرض الأعمال الفنية للعديد من الفنانين التشكيليين المشاركين بالإضافة إلى تنظيم جائزة للمتصابقين تحت سن الأربعين عمل جائزة تشمل عدة مناحي منها جائزة شعرية للشارع الشبان تحت الأربعين ومنها جائزة للفنانين التشكيليين أيضا تحت الأربعين وهكذا أنا شرفت باشتراكي في الورشة بتاعة رؤى بصرية للشاعر محمد عفيفي موتر هي كتفرصة حلوة قوي لتواصل الأجيال هي طبعا فكرة أستاذنا الدكتور صلاح المليئي وأتح لنا فرصة أن احنا نشترك مع أكبر عدد من الفنانين المتوجدين على الساحة أنا من ضمن العرضين الجميل في العرض هنا أنه بيضم عدة أطياف توجهات كتير وأنواع كتيرة من الفنون يعني عندي نحط عندي تصوير عندي رسم عندي ميديا ميكسيد ميديا فعندي أنواع مختلفة فيفي مطر فلاح أصيل من هذه الأرض زرع زرعته سنوات طوال وبعد موته هذه بعض سمرات أو بعض حصاد ما زرعه عفيفي مطر بالكلمة وبالرأي وبالفلسفة الجديد بالذكر أن الشاعر محمد عفيفي مطر يعد أحد أدرى الشعراء جيل التسانيات في مصر وأقام بضع سنوات بالعراق حيث تأثر بأفكار حذب البعث وكان من أبرز أعماله شهادة البكاء في ذمن الضحك وكتاب الأرض والدم كما حصل على العديد من الجوائز الدولية منها جائزة المؤسسة العالمية للشاعر في هولندا تقديرا لأعماله الشعرية أندرو كامل النيل طيب هنروح لتقرير تاني وهيبقى ده الأخير في جولتنا الإخبارية قبل ما نتحول إلى الخوارات الرئيسية الشخصية المصرية وما طرق عليها من تغيير ده عنوان اجتماع النهاردة خاص بالهيئة الوطنية للصحافة ده جمع رؤساء الصحف ورؤساء مجلس إدارات الصحف القومية لأنه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جابر طلع تصريحات خاصة لنا قال فيها أنه من ضمن ما أثر على الشخصية المصرية هي الأدوات التسقفية واللي مسؤول عنها في الأساس الصحف القومية اللي كانت في وقت سابق في تاريخ مصر الحديث كانت بتطلع إصدارات مختلفة تنويرية وتسقفية كانت بتصري الحياة الثقافية في مصر ومن ثم كمان بتضيف إلى الشخصية المصرية أشرف مبارك زميلنا حضر هذا اللقاء وهذا الاجتماع وأنجز لنا هذا التقرير أدعوكم لمتابعته الخروج بخارطة طريق شاملة تضم كل مؤسسات الدولة سواء كانت ثقافية أو تعليمية أو دينية لعمل مشروع قومي لإحياء الشخصية المصرية هو أهم ما خرج به الاجتماع الرابع للهيئة الوطنية للصحافة الورقة في جزئين تحليل للعوامل التي طلت على الشخصية المصرية والجزء الثاني دورنا نحن بقى كصحافة قومية في إعادة إحياء مكونات الشخصية المصرية في نهاية المؤتمرات هيبقى في مؤتمر هترعى إحدى المؤسسات هنجمع كل أوراق العمل وهنغزيه بدراسات أخرى وأبحاث أخرى بحيث أننا نطلع كتاب حول أخلاقيات النشر في مختلف القضايا الوطنية في حالة تراهل في الشخصية المصرية سواء في المنظومة الأخلاقية سواء في ثقافة العمل وروح المسؤولية أعتقد أن مهم الموضوعات نطرح مشروع قومي لعادة بناء وصياغة الشخصية المصرية وبندعو كافة مؤسسات الدولة بما فيها الإعلام للمشاركة في هذا العمل الوطني رؤساء تحرير الصحف القومية أكدوا على ضرورة تفعيل دور الصحف القومية في صيانة مقاومات الشخصية المصرية وتشجيع ودعم القيم الأصيلة مثل الولاء والانتماء والتسامح مع الآخرين نهاردة نحن بركزين تقريبا على الشخصية المصرية وأهمية الشخصية المصرية أن تعود إلى سابق عهدها من السماحة والتفاهم والوعي والثقافة زي ننقي الشخصية المصرية من الشوائب اللي علقت بيها خلال الأونة الأخيرة واللي هي غريبة على الشخصية المصرية من عنف وتطرف وإرهاب فكري طبعا ده مش قاعدة على فكرة احنا نتكلم برضو على شوائز الناس في ختام الاجتماع أكد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة على ضرورة وجود خمسة أنواع من الخطاب يمكن أن تستخدم في بناء الشخصية المصرية هي الخطاب السياسي والديني والإعلامي والثقافي والفني بناء الشخصية المصرية مشروعا قومي تسعى الهيئة الوطنية للصحافة لتبني خلال الفترة القادمة من خلال تنظيم عدد من المؤتمرات بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة أشرف مبارك النيل